اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء الحرصة على مواصلة الدفع بأوجه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومملكة النرويج الصديقة نحو مستويات أكثر تقدما بما يصهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سمو يحفظه الله بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيد اسبين بارث ايدي وزير خارجية مملكة النرويج وذلك في إطار المنتدى العشرين للأمن الإقليمي حوار المنامى 2024 حيث أشار سموه إلى المستوى الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين وأهمية تنميته وتطويره بما يصب في تحقيق الأهداف المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين كما جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المسجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك واستعراض سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين ترجمة نانسي قنقر